التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم وخاصة العنصر البشري من خلال حسن الاختيار والتأهيل سواء الفني أو الشخصي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والقدارة وينعكس على جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وشهد الاجتماع تناول عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين حيث تم استعراض الجهود الجارية التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة لرفع مستوى وتطوير آلية انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين والعملين في المرافق الصحية وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم إنه يشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين والمرضى في دير البلح في أعقاب التقارير الأخيرة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق التي يلجأ إليها العديد من النازحين جدد البيت الأبيض التأكيد على دعمه الراسخ لإسرائيل في أعقاب هجوم صاروخي طال بلدة مجدى الشمس في الجولان السوري المحتل وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن دعم واشنطن لأمن إسرائيل راسخ ولا يتزعزع مشددا على أن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية لوضع حد لهذه الهجمات دعت الأمم المتحدة للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وطالبت المنصقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت وقائد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية بوضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وشددا في بيان على أن تبادل القصف قد يشعل صراعا أوسع نطاقا من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأن يدفع حزب الله ثمنا باهظا بعد الهجوم الصاروخي على الجولان لافتا وفق بيان أصدره مكتبه إلا أن إسرائيل لن تدعى هذا الهجوم يمر دون رد من جانبه أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجهز ردا على حزب الله بعد أن اتهمه بإطلاق صواريخ عبر الحدود أدت إلى مقتل 12 شخصا في مرتفعات الجولان السورية المحتلة قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات شنتها روسيا أودت بحياة أربعة مدنيين على الأقل في مناطق مختلفة بأوكرانيا وفي سومي بشمال شرق البلاد وهي منطقة حدودية تتعرض لهجمات روسية على نحو متكرر قتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما وأصيب 12 شخصا في هجوم صاروخي على بلدة صغيرة وإلى الشرق في خركاف التي تتعرض أيضا لهجمات روسية متكررة قالت سلطات المنطقة إن شخصا لقي حتفه عندما تعرض منزله للقصف في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة 2024 والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يتم تنظيم عروض وسباقات للهجن خلال مسيرة كبيرة من الجمال بالمشاركة بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد الهجن وتنطلق المسيرة من منطقة سيدي عبد الرحمن بالسحل الشمالي وتنتهي في المنطقة الترفيهية الشاطئية الخاصة بمهرجان العالمين ويشارك في الاحتفالية نحو 50 من الجمال و100 من أعضاء الاتحاد المصري لرياضة الهجن وحارصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروضاً فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة